في قرية خشم زنة بالنقب عقد اجتماع طارئ للتباحث في نية شركة المياه القطرية ميكوروت هدم المقبرة التاريخية بهدف إقامة خزان مياه مقبرة قديمة ومزار قديم وهذه السلطة سلطة المياه تحاول إقامة مخزن للمياه على هذه المقبرة يعني لا يوجد محل ثاني لتحط هذا المخزن فيه إلا في نصف هذه المقبرة وهي مقبرة قديمة جدا ومعروفة للأهل في النقب بكل تأكيد السياسة تغيرت والأسليب تغيرت ولكن الهدف بقي واحد هو تهجير عرب النقب ونحن للأسف لم نغير في أسليبنا وفي نهجنا لذا علينا أن نغير ونفكر من خارج القوقعة علينا أن نبدأ بتصعيد خطواتنا وإلا حتى الأموات لم يحصلوا من هذه السلطة ما يسمى سلطة التطهير البدو المتحدثون أكدوا الحاجة إلى العمل معا وتجنيد رؤساء السلطات المحلية والإقليمية في النقب وحتى محاولة تجنيد اليهود المتدينين لإحباط هذا المخطط تم اتخاذ عدة قرارات منها إقامة خيمة اعتصام التي ستتم في خلال شهر ثمانية القادم سيعلن عن تاريخ محدد لاحقا كما يتم التوجه إلى رؤساء السلطات المحلية العربية لكي يرسلوا مراسلات إلى المؤسسات الحكومية من أجل إلغاء هذا المخطط الذي يهدد كبور أهلنا وأبانا وأيضا اتخاذ إجراءات قانونية للتصدي لهذا المخطط ممكن نفحص موضوع المقبر من ناحية التخطيط ونواقف الموضوع إذا فيه إمكانية السناف على هذا المخطط والترجيع إلى المصادق عليم جديد سنحاول كذلك الطرق الخطوة الثانية لازم نقترح البديل من ناحية التخطيط نرى مكان مناسب للمشروع هذا حتى لا يضر في المقبرة في نهاية اللقاء تم الاتفاق على إقامة خيمة اعتصام بعد عيد الأضحى مباشرة بالقرب من المقبرة لطرح القضية محليا وعالميا